بيرامدز هرتدي الزي الأساسي أمام جي كي يو بطل زينزبار دوري الأبطال المباراة الغدا إن شاء الله في الدور التمهيد طبعا لدوري ربطة الأبطال الأرعى وقات طبعا نادي بيرامدز إن هو يلعب في الأدوار التمهيدية عنده مباراة بكرة الساعة 8 مساء الأحد على السادة الدفاع الجوي وبعد كده مباراة الإياب حتكون هنا برضو على السادة الدفاع الجوي وبعد ما اتفق نادي بيرامدز مع نادي بطل زينزبار على اللعب المباراة الاثنين في القاهرة مساء البرامدز في الاجتماع النهاردة كان لواء شام زيد مدير المباراة وأحمد زين مدير الإداري شريف جمال مدير العلاقات العامة بالتوفيق إن شاء الله منتخب مصر 2008 زي ما قلت لكم النهاردة في معسكر التدريب بمدينة الأسكندرية سعدادا لدورة شمال إفريقيا في شهر 11 اللي ستقاهل نهايات كاس الأمم الإفريقية البطولة ستكون في المغرب الجيل ده جيل مبشر جدا جدا وده الجيل اللي شارك في دورة شمال إفريقيا الودية في الجزائر لموليد 2007 يعني هو لعب منتخبات أكبر منه سنا وفاز بالبطولة كابتن أحمد الكاس كابتن محمد إبراهيم كابتن الرامي عادل موجود يعني جهاز فني على أعلى مستوى أحمد فوز في حرص المرمى الجهاز الطيب وجهاز الإداري منتخب يبشر بالخير النهاردة لعب مباراة أمام فريق الأردن الشقيق فاز 2-1 كان عندنا طبعا الأحرز الهدفين للمنتخب بلال عطية وحمزة عبد الكريم نجوم النادي الأهلي الاتنين دولة دايما نقول لكم انتظروا اتنين في خط الأمامي لمنتخب مصر الكبير الفترة اللي جاية حدث ولا حرج حمزة عبد الكريم ده تحرك تعلب تعلب تحرك بلال عطية القصير المكير البليميكر اللي يقدر يخليك تروح مع الجون زي رضا عبد العالد زمانه زي بوتريكا وكمان عنده الهدرز بتاعه ما شاء الله رغم ان هو يعني مش طويل بس ولد مبشر كل اللاعبين بصراحة النهاردة سواء كان محمد طاري وآدم فريد وحمزة الدجوي وحمد جابر وحمد أنس لعب كبير جدا باس المتحت علي باسوني بلال عطية محمد حمد إبراهيم النجعاوي وحمزة عبد الكريم بتمنى التوفيق لهذا المنتخ دوري الإنجليزي طبعا النهاردة ليفر بول النادي محمد صلاح ليفر بول النهاردة فاز على إبسويتش تاون اتنين صف في الجولة الأولى وتاسع موسم على التوالي مو صلاح يحرز في مباراة افتتاح فريقه ليفر بول مبروك لمحمد صلاح كثير من الأرقام التي تحطمت على يد الفراوان المسر بالمناسبة آه هنغيب شغالنا أهل وزمالك النهاردة الراجل يعني عمل احتفالية رمز نادي الزمالك النهاردة الناس وللأسف ألاقي بعض أنه قادر يضيين للأسف هو بيحتفل بيشعار نادي الزمالك الراجل عاوز يقول أن القوس عنده تمام وجعبته مازال فيها الكثير حيطلع منها أهداف رماح تنال الفرق الأخرى ده فالتسافت محمد صلاح في احتفاله مع كامل احترام لنادي الزمالك مع كامل احترام لنادي الأهلي سيبه محمد صلاح في حاله بلاش ندخله في اعتون الصراعات المحترمة ما بين الجمهورين أهلي وزمالك الراجل عاوز يقول أنا جعبتي ما زال فيها الكثير من السهام والحراب اللي هتوجه إلى الفرق على مدار الموسم طبعا صلاح أكثر تسجيرا في الجولة الافتتاحية بالدوري بتسع أهداف فريق ابسويتش توين هو الضحية رقم 28 لصلاح بالدوري وصل ل350 مباراة مع ليفر بول بكل البطولات سجل وليس أول مباراة أتمنى مساعدة الفريق ككل دائما والفوز هو الأهم الفارق بين كلوب سلوت الأمر مختلف لأن كلوب كان معنا ثماني سنوات والآن مدارب جديد سلوت لديه منظومة جديدة ومختلف علينا ولكن علينا التأقلم ونكتشف أسلوب لعب لأن نريد ضغط أنفسنا نريد لعب كرة القدم ونستمتع ونرى ماذا سيحدث في النهاية ترجمة نانسي قنقر